ونبقى في محافظة البصرة فقد أفاد مصدر مطلع بالمحافظة أن قوة أمنية تهمت منزل الناشط المدني والقيادي في حزب الفيحاء الفيدرالي عمار سرحان بمنطقة القبلة وسط المدينة دون معرفة أسباب الاعتقال وبين المصدر أن سرحان يعتبر من الناشطين البارزين في المحافظة وهو مرشح لانتخابات مجالس المحافظات المحلية المقبلة من خلال قائمة حزب الفيحاء الذي يتبنى بقوة مشروع تحويل البصرة إلى إقليم ترجمة نانسي قنقر